شارده شارده المصدر يونس دابط قضية في 2020 صحيح 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 الحمد لله اليوم سوف نتكلم أغناء الإنسان في التاريخ وعندما تقولنا نفسنا أغناء الإنسان في التاريخ ليداز أغناء الإنسان بيلغايت وناسيس نفسنا وناسيس جيف بيزوس ووالس ومعناء الإنسان ومعناء الإنسان ولكن مالك إفريقي كانت تسميته موسى كيطة الأول هذا كان حاكم الإمبراطورية المالية واللقب من منصى موسى وهو ملقب مالك الملوك الإفريقي في ذلك الوقت وهو قوة الدهب الذي يبدو أنهم أغناء الإنسان في التاريخ المشاريين نعم هذا الخير كله هذا يوجد أمر من ما الذي يجعله الإنسان في 1312 من يشهد الحكم الأكثرية الأوروبة كانت عيشة في مجاعة وحروب بين الأمارات أفريقيا والعالم الإسلامي في الجيال أخرى هم كانوا في تطوير أنهم مسرعين وبالفعل ما الذي سيترى معه منسى موسى؟ منسى موسى سيبدأ لكي يرجع السلطة إلى مدينة تيمبوكتو ومن مورها سيستعمر مدينة غاو في شرق مالي هذا الجمدون سيأتيه السلطة على الطرق التجارية التي يلاقيه بين المغرب العربي أفريقيا السوداء الجزيرة العربية وأوروبا القوافل وهذه السلطة على الطرق التجارية التي تقدمها اليوم ستعطيها أسيس السلطة على الذهب الملح العبيد وعطيته قوة كبيرة على وجه القارة كاملة هذا هو الأخ الكبير للدالتون هذا هو ألوغ العالم سيكتشف الأول مات ديزولي بورتشبيه ماشي مشكل العالم سيكتشف الأول مرة القوة المادية المنصة موسى في 1324 العالم سيكتشف الأول مرة ألوغ 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 كم المتابقة ألوغ 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 أخيراً، قد أكل شيء مزيد قد أكل شيء مزيد أخيراً، لم ننسوا عن ما نسمى موسى أنه مسلم وفي طريقه، تبنى عدد من المساجد والمدارس القرآنية لدرجة الخارطة الكارتالانية التي كانت من أول خارطة في العالم تكلمت عليه خرائط خرائط في العالم تكلمت عليه، والدولة لها و هي لتحللها العين على إفريقيا في ذلك الوقت و على الموارد الكثيرة التي كانت فيها حسناً، مانسا موسى كان أغنى راجل في الكون بدون شك ولكن كل ما كانت هو اللي جبدي علينها لنحل موارد إفريقيا مع مرة ما كانت غادة سمام ستعمرة خيراً، راشيد و voilà، c'était مانسا موسى شكراً، شكراً، شكراً شكراً، شكراً، شكراً